الى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواه جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرات صحاب البدرين والوحدين وسائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعين الفاتحة عرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين رب غفر لي أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود من رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسك الندى وقوة ومن شر النفاسات في الأقد ومن شر أسد ندى أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافين ربه ويكافيه مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن اللظيم إله لنا روح نبينا وسيدنا مستفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإله لرات سائر الأنبياء والأونياء والعلماء والشؤداء والصدكين والصالحين وإلى آل رات سعاب البدريين والأحديين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعين اللهم وإلى آل رات الشيخ ناسيا ولي الله المدبور قد صلى الله تعنا سره العزيز اللهم بحقهم تقبل منا دوائنا بارك لنا في جميع كل أمورنا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وبارك لنا في تجاراتنا وكسبنا وزرعنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وبارك لنا في جميع ما ألطيتنا وبارك لنا في مجلسنا هذا باركة تامة كما باركت على أعبادك الصالحين اللهم وإلى آل رات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر يقربائنا اللهم غفر لنا ولهم نبر قبورنا وقبورهم بنور القرآن وسر قبورنا وقبورهم ببرقة القرآن شرف قبورنا وقبورهم بشرف القرآن اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال ربنا آتنا في الدنيا نسنة وفي الآخرة نسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت الصميم العليم وتب علينا إنك أمد الطواب الراكيم أمين برحمتك يا أرحم الراكمين وسل الله تعالى وسلم على آخر خلقه سيدنا محمد وآله وصعبه أجمعي سبحان ربك رب العزة يمعي سفون وسلام علي المرسلين والحمد لله سبحان رب العزة يمعي سفون اشتركوا في القناة 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 من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أرتدنا للظالمين نارا أهات بيمصر ذكوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمه ليشمل وجوه بئس الشراب وساءت متفقا إن الذين آمنوا وأمنوا الصالحات إنا لا نهيء وجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات ودن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خلرا من صندس واستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم السباب وعسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخن وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت أكلها ولو تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاهمه وهو يهامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن ساءت قائمة ولئن ردت ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهامره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أهدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتييني قا خيرا من جنتك ويرسل عليها مسبانا من السماء فتصبه سعيدا غلقا أو يصبه ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيت بثمره فأصبع يقلب قفيه ألا ما أنفق فيها وهي خاضية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أهدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير صبابا وخير نقبا واذرب لهم مثلا ليعطي الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبع أشيما تذنوه الريا وكان الله ولا كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة العياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير من ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناه فلم نغادر منهم أهدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وابلع الكتاب فترى المجلمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسواها ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أهدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أم ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للوالمين بدلا با أشأتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقولون عدو شركائي الذين زعمتم فذعوا فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مشرفا ولكد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين ويجادل الذين كفروا بالباطن يذهبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنظروا هزوا ومن نظلم من من ذكر بآيات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفكروا وفي آدانهم وقرا وفي آدانه وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يقتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لأجل لهم الأداب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاهنا أبره واتا أبلغ مجمعي بهرين أو ومي عقبا فلما بلها مجمع بينهما نسيا أخوتهما فاتخذ سبيله في البهر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتي آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصما قال أرأيت إذا أوينا إلى الصحرة فإني نسيت العوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البهر أجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وألمناه من لذنا علما قال له موسى هل نتبعك على أن تعلمني من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهت به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أحسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل لي عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقها لتبرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قلنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخدني بما نسيت ولا ترهقني من أمني عسرا فانطلقا حتى إذا لك يا غلابا فقتله وقال أقتلت نفسا ذكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم كلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سأيتك عن شيء بعدها فلا تصاهبني قد بلغت من لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يليفوهما فوجذا فيها جدارا يريد أن يوقع الله فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأميل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم منك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدل لن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تهتغو كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزغما رحمة من ربك وما فألته عن أمري ذلك تأميل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتينا أمه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عدابا نكرا وأما من آمن وأمل صالحا فلغ جزاء الحسنا وسنقول له من أمننا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وكذ عهدنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فحل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصدفين قالوا فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرلا الذين كانت أعينهم في إطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَرْتَضِنَا جَأَنَّمَرِ الْكَافِرِينَ نُزُلَا قُلْ هَلْ لُنَبِّئِكُمْ بِالْلَكْسَنِينَ أَرْمَالًا الذين ظل صيغوا في الهيات الدنيا وهم يحسبون أنهم يخصنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فابتت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جأنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسني هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خالدين فيها لا يبغون عنها هملا قل لو كان البهر بدع ذلك لمات ربي لنفذ البهر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَنًا صَعْنِهَا وَلَا عِيشْنِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَهْدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عَرُخَ مُرْحِمَ آيَا مَلِكُ الْجَبْمَارَ آيَا إِرْعَجَادِ رَاجَنَ آيَا اللَّهُ پَرِشُدَّ مَانَ مَنْ لِيَا سُبَخِ نَمَسْكَا رَنْغَيْنِي پَوِتْرَ مَا يَسْسُورَةِ الْقَحْفِ نَنْغَلَوْدِ پَرِشُدَّ قُرْعَانْ مُنْنِرُثِّ نَمْجَلَ چُوْدِكُ وَيَاَنَ نِي نَمْجَلِلْ لَنْقَبُّوْلَا كَنَ اللَّهُ پِعَوْكَلَنْ لَا پَرِكَرِچْشَ سَادُكْلَا يَمْجَلِلْ لَنْلَ نَمْجَلَ سُورَةُّلْ قَحْفِ پَارَآَيَنَ سْوِيْكَرِكَنَ وَحَمَانَ اللَّهُ مَرْنَمْ وَرَيَ يَلَّا بَلْلِيَا اِجْجَدِ وَسَنْغَلَ لَمْسُورَةُلْ قَحْفُ وَعْدَآَن نِي نَمْجَلْكَ سَوْبَا يَمْنَلْغَنِي رَحْمَنِي نَمْجَلَا كِبَطْنَ نَمْنَ كِتَرْنَمَ اللَّهُ ایمَان سَلَامَتْنَ كِتَرْنَمَ اللَّهُ عَرُوحَ مُرْرَّا كِمَآيَ مَرِكُلْ جَبَّارَ عَرَيَ رَعَجَادِ نَعَجَنَ عَرَبَّ سُورَةُلْ قَحْفُ وَوْدْمَ اللَّهُ جَنْغَلَ قُدُمْبَنْگَلِ مَشْمَنْگَلْ لَنِبَوِكُمْ نَوْرِبَا 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 اَوْرِبَا اَوْرِبَا يَلْلَا اَوْرِبَى نَوْرِبَا نَوْرِبَا سَلَّامَ عَرْبَلَ رَحْمَانِ عُرْبَا عَرْبَّا